المناسبة قبل ما تسنع التحالفات أي حديث عن التحالفات لا نتحدث به شرفك؟ ولا نعترف به ولا نشتغل علي نهائيا لدينا قضية كبرى لدينا أصوات ناس ناخبين ولدينا مرشحين ظلموا وسرقة أصواتهم والآن نحن في مرحلة المطالبة بالحق أي قضية أخرى تتعلق بالكتلة الأكبر والتحالفات والكذا مؤجلة ولا علاقة لنا بها الآن ولا نتحدث بها مع أحد رجلكم الأكبر شخصيتكم البارزة الآن ديس أوليف سيد نور المالكي الشخص الأبرز بالإطلاق أولا نحن رجلنا الأكبر هو الأمين العام لحركة عصابها للحق باعتبارنا بالصادقون نمثل عصابها للحق وإذا تتحدث عن تحالفنا فهو تحالف الفتح وكبيرنا هو الحاجهاد العامري في الإطار التنسيقي كبيركم المعنوي لا لا خليه كملك العبارة خليه كملك العبارة القضية لا تتعلق بالمقاعد لا توجد مقاعد لا توجد مقاعد لا نعترف بالمقاعد الآن الآن نتائج الانتخابات لا نعترف بها وهي معتصمين قلبين الدنيا على المقاعد لا نعترف بالنتائج التي أسفرت عنها وبالتالي لا يمكن تحديد عدد معين هذه مسألة واضحة إذن الحديث أنا حتى يكون عليك مختصر وما أخذ من وقتك أي حديث عن أي تحالفات أو كتلة أكبر أو تشكيل أو كذا ليس لنا علاقة بها ولا نتحدث بها من أحد وليست على بالنا الآن وأن نأخذ حقنا الطبيعي وأصواتنا خبين